طيب اه احنا كنا اخذ مسألة حاليناها المرة اللي فاتت هي مسألة تلتة تمام تعاني شو بقى مسألة اربعة على الموضوع اللايكينف بيزاين طيب احنا هنا عندنا اه 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 هنا عندنا حول عشرين فاتناشر فاربعة متر illuminated with incandescent lamps of average illumination meet l expectore backwards , on the working plane عايدي نجيب بأنمبر وال Unaunting height of the lamps وي نواضح الا consultation of the lamp يعني نوضح توزيع بقى اللمبات ومديلي depreciation factor وreutilization factor وبيقول لي take the space to height ratio 1 طيب اللامب size مديلي بقى options مختلفة من اللامب اللي هي 100 واط, 200 واط, 300 واط وكل لامبة لها efficiency بتاعتها ومطلوب مني ان انا اعمل design للايتين طيب اول حاجة هنحلها نحن نجيب الماونتنج height الاربع متر دي يا جماعة بتمثل ايه? هل دي بتمثل الماونتنج height? هل الاربع متر دي بتمثل الماونتنج height بالنسبة لنا? لا دكتور اما الايه اما البيتمثل ايه? ده الهيط ايه اما انا بس احنا الماونتنج height اللي هبنا بيسموه ceiling height اللي من الارض للسقل تمام? فاحنا هنا الاربع متر دي ما ينفعش هتتعامل ان هي اللي ايه الماونتنج height بتاعتي فالماونتنج height هتتبقى كام? عموما هتفترض ان هي بكام? بتالتة هتفترض ان هي بتالتة ماشي? يبقى الجيفن ده اربع متر ده مش هو الماونتنج height وبالتالي احنا الماونتنج height بيبقى دايما اقل من ceiling height لو انا ما اددتولكش صراحة يبقى تفترضه بتالتة متر ماشي? طيب يبقى ده اول حاجة نمشي بقى بخطوات الحل اللي احنا اتفقنا عليها المرة اللي فاتت كانوا ست خطوات اول خطوة كانت ان انا بجيب ال S وال H اللي هو spacing اللي ما بين Lamps وهي ال H اللي هو الارتفاع خلاص اتفقنا للارتفاع هيبقى تلاتة متر طيب S على H1 ده given يبقى معنى كان ال S بكم بتالتة يبقى ده اول خطو طيب بعد كده هجيب عايزة حدد عدد اللوكيشنز اللي انا هحط فيها اللومت فعدد اللوكيشنز ان انا هجيب الاول عدد الصفوف وعدد الاعمدة الصفوف والاعمدة هجيبهم ازاي ان انا هقسم البعدين اللي هم 12 و 20 دول اقسمهم على 3 ماشي وقرب الرقم اللي هيدل خلص يبقى احنا كده اخدنا ال 12 اصنعها الثلاتة الثلاتة اربعة اخدنا العشرين اصنعها الثلاتة طلعت 6.67 بالتقريب هنعتبرها سبعة طيب يبقى ايزا انا محتاج كام لوكيشن انا محتاج اربعة في سبعة 28 لوكيشن تالت خطوة كنت بجيب الفي رسيد الفلوكس اللي هستقبله على الوركينج بلين فده يبقى عبارة عن ال E في الاريا ال E اللي هي الالوميناشن جيفن بمية لكس والاريا اللي هي الوركينج بلين بتاعي اللي هي 20 في 12 من هنا قدرت اجيب الريسيف فلوكس طيب الخطوة الرابعة طبعا يا جماعنا بقى الخطوات دي انا شرحتها المحاضرة اللي فات ست خطوات في مسألة اللايتينج ديزاين ماشي خطوات سابتة ما تتغيرش فيعني انا شايف الموضوع مش صعب فانت اشتغل بالخطوات دي هتلاقي الدنيا ماشية بسهولة ان شاء الله طيب الخطوة الرابعة بقى ان انا بجيب الفي اميتد اللي انا محتاجها في الاود انا محتاج فلوكس ادى ايه فالفلوكس ده هجيبه ازاي هجيب الريسيف دي فلوكس طبعا المنتلس فاكتور هو مقلوب الديبريشيشن فاكتور فده اقدر احسب من هنا الاميتد فلوكس طبعا لازم لازم الاميتد فلوكس يكون اعلى من الريسيف دي فلوكس ان انت عشان اه توصل فلوكس معين للوركينج بلين فانت محتاج السورس بتاعك يكون ليه فلوكس اعلى اكيد ماشي عشان في جزء هتفقده زي ما اتفقنا المرة اللي فات طبعا فمن هنا طلعنا اه الفلوكس اللي انا محتاجه اه ستين الف ليومي طبعا بنجيب بقى الفلوكس اللي انا محتاجه بير لوكيشن هو انا عندي كم لوكيشن عندي تمانية وعشرين لوكيشن يبقى ااخد الفلوكس ده اقسمه على تمانية وعشرين تمام هتطلع لي الرقم اللي انا محتاجه عند كل لوكيشن طبعا دي الخطوة الرابع الخطوة الخامسة بجيب الواتج بير لوكيشن اجيب الواتج بير لوكيشن ازاي مش انت عندك الفلاكس بير لوكيشن خلاص هحول الفلاكس ده الى وقت ازاي هقسمه على اليفيشنسي اليفيشنسي عبارة عن ايه اليفيشنسي هنا هو انا عايز اسأل سؤال يا جماعة اليفيشنسي دي حد عارف وحدتها ايه اليومين بير وات اليومين بير وات بالزبط كده لان هي ببساطة بتحول لك يعني بتعبر لك انه اللمبة دي بتخرج كام اليومين لكل وات خلاص فهي وحدتها اليومين بير وات مفيش حاجة اسمها اليفيشنسي هنا تتحسب بالبرسنتج ده كده انت مش فهم حاجة لا اليفيشنسي بتاعت اللمبة ما هياش نسبة مئوية لانها مش زي الترانسفورمر مثلا الترانسفورمر انت بتقسم P output على P input فبالتالي بتقسم power على power وحدتها ثبت وبالتالي تجيبها نسبة مئوية لكن اللمبة مش بتقسم power على power لا اللمبة بتبقى وحدتها اليومين بير وات لان هي عبارة عن ايه اصلا اليفيشنسي بتاعت اللمبة اللي هي الفلاكس اللي خارج من اللمبة على ال الـ input power اللي انت ندخله لللمبة طيب المهم من هنا هتاخد الرقم ده اللي هو الفلاكس تقسمه على اليفيشنسي فاطلع لك الايه الواتج طيب الفكرة بقى ان احنا كان عندنا تلات انواع من اللمبة اللمبة 100 وات وال اليفيشنسي بتاعتها لو طلعنا فوقها بقى شانا نوريك لمبة 100 وات دي كفاقتها اللمبة 200 وات دي كفاقتها واللمبة 300 وات كفاقتها 18 وبالتالي انا هنا عندي تلاتة options عندي هنا تلاتة options فانا هافترض كل ال options المتاحة ونبتدي نفكر مع بعض نستخدم اني option تمام تعال نشوف قالك اول حاجة هستخدم اللمبة 100 وات خلص يبقى تقسم على كفاقة اللمبة 100 وات اللي هي 12 بتلاعلي 178 وات fair location لو انت عندك لمبة 100 وات متوفر وانت كده محتاج في اللوكيشن تبقى للاسباب بتاعتك بالست خضاءات اللي قلنا عليهم محتاج 178 وات fair location يبقى انت اتجيب في اللوكيشن الواحد كام لمبة هيا بش مانسين يعني هيا دلوقتي حسبنا الواحد طلع 178 وات طب واللمبة نفسها كام وات اللمبة نفسها 100 يبقى انا محتاج كام لمبة 100 18 18 18 18 18 18 18 انا كده محتاج نرجع بقى نشوف الناس انتو عايشين معنا يا جماعة ولا ايه بقولك يا بش منتين انتم معايا ولا مش معايا ولا ايه بالضبط طب انا دلوقتي بقول ان الواتج اللي طالع 178 واللمبة نفسها 100 وات يبقى انت كده محتاج كام لمبة حوال الاتنين اتنين تقريبا صحي كده لانت لو جبت واحدة هتبقى 100 وات لو جبت اتنين هيبقوا كده 200 وات فقريبة شوية لي 178 تمام اذا احنا هنختار ان احنا نشتغل ب2 في 100 لم برلوكيش ده في حالة ان انا عندي 100 وات طيب لو كانت هستخدم اللامبة 200 وات النوع اللي هو 200 وات ايه اللي هيحصل هنرجع لي ادي الواتج المطلوب في اللوكيش سوري ده مش الواتج ده اللي هو اليوم اليوم المطلوب في اللوكيش هقسم على الافيشنسي عشان اشوف الواتج المطلوب في اللوكيش انا هنا اسم على 12 لأ اسم على 12 عشان انا كنت مستخدم اللامبة 200 وات طيب لما استخدم اللامبة 200 وات هقسم على 15 دي موجودة في الجدوة فلاقيت نفسي محتاج 142 point 8 وات يبقى انا كده لو استخدمت اللامبة اللي هي 200 وات هحتاج كم لامبة منها في اللوكيشن هحتاج واحدة واحدة بس واحدة بس لان انا اصلا في اللوكيشن الواحد محتاج 142 وبالتالي يبقى انا محتاج لامبة واحدة 200 وات طيب طيب لو هستخدم اللومة 300 وات فاللومة هيبقى برضو هياخد الفلوكس اقسمه على افشلسي 120 وات وات بير لوكيشن وانا اللامبة اللي عندي 300 فواضح قوي ان انا هستخدم كم لامبة واحدة بس 300 فانت بقى بالمنطق هتستخدم اني واحدة من التلات حالات دول قالك اكيد هستخدم اول كيس ليه اول كيس لانه تاني وتالت كيس فيهم هدري كبير جدا زي ما انت شايف يعني انت الكيس التانية انت محتاج 142 روحت انت جايب لي 200 وات الكيس التالت انت محتاج 120 وات روحت تجايب لي 300 وات ده هدري كبير جدا لكن الكيس الاولانية انت محتاج 178 فبالتالي هتجيب 2 في 100 يبقى انا ده انسب حل كديزاين يعني ماشي يبقى هنستخدم الايه الاتنين في 100 تمام والإفشينسي تاعتها زي ما اتفقنا اللي هي 12 ليومين بيرو خلص كده انت حسبت الوقت بير لوكيشن طلع معاك اللي هو 178 طيب بيبقى انا عندي اللي هو بعد لما بشوف الوقت بير لوكيشن الخطوة السادسة بجيب اللامب بير لوكيشن تمام اللامب بير لوكيشن اتبقى بكام اتفقنا ان احنا اتنين احنا خلاص دي الخطوة السادسة يعني خطوة يعني ما تعملهاش مش فرقة هنا احنا خلاص الديزاين بتاعنا اخترنا اتنين في 100 على طول يعني ماشي ففي المسألة دي مش مستهلة اعمل الخطوة السادسة بعد ما بتخلص الموضوع ده بتبدأ توزع اللايتين زي ما اتفقنا بقى اللي هو كان عندنا 28 لوكيشن ادي 28 لوكيشن الصفوف والاعمدة سبع صفوف سبع اعمدة وهي اربع صفوف زي ما عملنا في تاني خطوة وتحط المسافات بتاعتك اللي هي الاس ادي هنا الاس اللي كانت بتلاتة يبقى هتحسب بقى تلاتة وتلاتة وتلاتة وهكذا فهتلاقي في الاخر هنا هيبقى فيه واحد متر على الشمال واحد متر على اليمين والفيرتكل هتبقى نفس الكلام تلاتة متر وتلاتة متر وتلاتة ادي تسعة من الاثناشر يبقى فضلك ايه يبقى فضلك اه وكده فيه حاجة غلط اه الاثنين متر دي واحد ونص يا جماعة عشان بس انك هتبقى غلط الاثنين دي هتبقى واحد ونص انه طبعا تلاتة وتلاتة وتلاتة تسعة هيبقى لك تلاتة متر كمان هيبقى واحد ونص تحت واحد ونص فوق فدي غلطة بس الاثنين متر دي هتبقى واحد ونص ماشي وبعد ما بتخلص بترجع تحسب الاكتشوال لكس تحسب الاكتشوال لكس بتاع طبعا الحسابات بتاعت الاكتشوال لكس تلاتة هنا مية واثناشر لكس وكان مطلوب مني اللكس اللي كان مطلوب كام لو طلعنا فوق كان مطلوب مية لكس فانت اللي حققته مية واثناشر خلص يبقى تمام مقبول ما فيش مشكلة طالما بنسبة خمستاشر في المية اوكي يبقى احنا ما عندناش مشكلة يعني لو الزيادة او النقصات بنسبة خمستاشر في المية يبقى ما فيش مشكلة تمام طبعا هو ليه حصل زيادة في اللكس ليه حصل زيادة في اللكس يا جماعة لان حساباتك طلعت لك الوات 178 ده المطلوب لكن انت ما وفرتش 178 انت جبت اعلى شوية جبت كم 200 وقت في اللوكيش فاكيد اللكس هيزيد شوية خلاص واضح الفكرة دي تمام ادب تمام انا كنت حليت معكم مسألة مسألة تلاتة لحد الاخر برضو صحي كده اللي هي الاختش مش ينقى بالعكس اه ايو بالعكس عملتها معكم يا جماعة ولا لا مش فاكير اقولنا بالعرفون ولا بس احنا قلنا الفكرة نمشي بالعكس او بالزبط هي تمشي بالعكس خلاص يعني هي في الاخر انت بدل ما كنت تبدأ بال لا انت هنا هتمشي بالعكس يعني هتجيب الفلكس بعد كده تجيب الفلكس بعد تجيب الفلكس عن طريق انت تضرب في الفاكتورز بعد كده ال بيبقى على الاريا بس يعني عكس اللي انت عملت عكس اللي انت عملت خلاص كده طيب ده كده كانت المحاضرة اللي فات نرجع بقى المحاضرة بتاعت النهاردة هنبدأ نتكلم فيها اللي هي الارتفيش سورس او انواع اللامبز المختلفة فتعالنا نشوف انواع اللامبز المختلفة وحنا شفنا اللايتينج ديزاين ازاي باستخدام الست خطوات اللي قلنا عليهم تقدر توزع الاضاءة بالطريقة المانيول اللي احنا بنسميها اليوم مثل دي كانت المحاضرة اللي فات وبداية المحاضرة دي اللي انا المسألة اللي حلت طيب المرة دي هنتكلم على ايه بقى المرة دي هنتكلم على ايه انواع اللامبز المختلفة ماشي هتبقى هنتكلم يعني ايه انواع اللامبز المستخدمة في بعضها ما بقاش بيستخدم بقى يستخدم كنوع من انواع الديكوريشن والحاجات دي لكن احنا هنقول عموما الانواع بتاعة اللامبز في المطلق يعني لانه طبعا الاكثر استخداما دلوقتي هي اللومة الانواع 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 غلو تشارج دمش وال تشارج عند. إن أنا بجيب two electrodes وبتلي أبعدهم عن بعض. طيب. لو أنا حاطت voltage ما بين two electrodes دول. هيبدأ يتكون arc. الارك ده نقدر نشغل بيه لإيه؟ نقدر يعني نستخدمه فيه الإضاءة. تمام؟ دي شبه تجارب high voltage اللي احنا كنا بندرسها زمان. اللي هو الارك اللي بيحصل نتيجة الbreakdown بتاع الهوة يعني. تمام؟ فإحنا هنا. الارك لامس دي قيم على نفس الفكرة دي. إن أنت عندك two electrodes. بتحط ما بينهم voltage. وبتبدأ تتخلي مسافة ما بينهم صغيرة قوي. لغاية لما يحصل ويبقى ظاهر قدامك. ده النوع الأول وهنتكلم عليه بالتفصيل يعني. طبعا ده مش مستخدم دلوقتي ومستخدم في decoration فقط يعني. أو بيبقى لي special applications زي الprojectors اللي في السينيما والحاجات دي. تمام؟ هنشوف القصة دي يعني. طيب. تاني نوع اللي هو ال incandescent lamps. ال incandescent lamps دي اللي هي اللامبة اللي فيها الفيلمنت. التانجستين فيلمنت. اللي هو الطيار بيمشي فيه الثين فيلمنت. اللي هو ده الفيلمنت يعني. وبالتاني بيطلع حرارة عالية. والحرارة العالية دي بتؤدي إن فيه radiation يحتوي على حاجتين. حرارة وكمان إيه؟ وكمان light. تمام؟ يعني بفضل أسخنت الفيلمنت دي. لما الطيار يمشي فيها الفيلمنت التسخن. وبتبدأ تخرج إيه؟ تخرج حرارة و light energy. ده النوع التاني اللي هو ال incandescent. طيب النوع التالت glu discharge. ده عبارة عن إن اللايت بيطلع من خلال الionization للجاز. تبقى حطة جاز بقى في الـ tube. تمام؟ الجاز ده لما يحصل له ionization بتبدأ الموضوع بتاع الionization ده يخرج لك photons تخرج لك photons أو light energy تقدر تشوفه. هنتكلم برضو عنها بالتفصيل. المؤخر نوع اللي هو LED أو LED lamps اللي هي light emitting diet. ماشي؟ دي طبعا عبارة عن diet في النهاية بيخرج بوق يعني الاستخدامات بتاعتها بقى زي indicators اللي هي LED indicators أو بيكون فيه LED tubes اللي هي البديل بتاع الفلوريسنت أو LED bulbs اللي هي البديل بتاع ال incandescent ماشي؟ ودي الأكثر استخداما للفترة دي عموما يعني لأنها بتكون l'efficient بتاعتها عالية وبالتالي بتبقى لهم موفرة طيب تعال نشوف بلتاة ماشي يعني زي ما احنا شايفين اهو اه دي الكاربون بتوصلين بي دي سي سبلاي 45 طبعا ده المفتاح ماشي ده المفتاح بتاعك وهنا بحط resistance عشان تليمت الطيار أو تحافظ على الارك يعني تعمل stabilization للارك وتليمت ال current أو تقلل ال current شوية اه دي طبعا اللي بيحصل إن انت آآ آآ طول ما المسافة اللي ما بين two ولكتروز دي صغيرة ماشي وانت حاطت آآ الفولتج بتاعك فبالتالي بيبدأ يحصل آآ break down للإير في المنطقة الصغيرة دي وتقدر طبعا تتحكم في الارك كده من خلال إن انت تبعد الالكتروز شوية أو تقربهم أكتر وهكذا فبيبقى الالكتروز are brought closely and the current flows through the electrodes till it become incandescent يعني لحد ما الارك يظهر يعني بعد كده بتبتدي آآ تفصلهم سواء بقى manually أو automatic طبعا manually بتلاقيهم بيحطوا باكرة كده باكرة كلما تلفها بتبعد الالكتروز عن بعض شوية أو ممكن تبقى أعملها بشكل automatic تمام طيب يعني الموضوع ده بنستخدمه في تحديد شدة الاضاء يعني تقرب الالكتروز شوية أو تبعدهم شوية عشان تتحكم في شدة الاضاء طيب ما الافيشانسي أو بنسميها الافيكاسي دي 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 يعني دي تناشر اليوم طبعا هي اه اه انها لها تحتاج وبيكون في موجود في وزي ما قلتلك مش مستخدمة بنسبة كبيرة غير في محدد زي السينيما بروجيكتور زي الحاجات طيب اه وده الشكل بتاعها بتاع الكاربون اركلامب طيب الفليم اركلامب ده النوع التاني من الاركلامب برضو بتكون فيها كاربون الكتروز بس بيكون بقى في جواها كيميكال اللي هو ايه اه مواد قابلة للاشتعال زي مادة اللي هي الفلوريد ده طبعا ده المادة دي بتخلي الكالر يعني الضوء يكون لي لون يعني هقدر اتحكم في اللون بتاع ماشي يعني هنا كان اللي هو النوع الاول ده كان اللايت كالر ويت بس لكن استخدامك بقى الكيميكال زي الفلوريد او ماتيريالز اخرى يعني ده ممكن يخليك تتحكم في اللون ما يخلهوش ابيض بس لأ تقدر على حسب المادة اللي انت جايبها دي تقدر تتحكم في اللون نفسه ماشي عشان كالر كونترول برضو بنستخدمها في بتاعتها تمانية ميزيتها ان هي بيكون لها يعني شدة الاضاءة عالية لكن مشكلتها بيكون ان هي بتعمل يعني متعبة للعين لو انت بصيت لها وقت كبير يعني الاضاءة بتاعتها مش مريحة بالنسبة لها طيب ده كده وزي ما اتفقنا ان النوع ده مش مش commonly used غير في specific applications بس طيب وده الشكل بتاع الفليم arc لام طيب تاني نوع اللي هو incandescent لامبس ال incandescent لامبس هو ايه بقى ايه انواع ال incandescent لامبس اول واحد اللي هو ال vacu تاني واحد اللي هو الجاز فيلد ال incandescent لامبس من الاسم واضح ال vacu يعني البلب مفرغ من الهو لكن الجاز فيلد يعني البلب بتاع اللمبة جوا ايه جوا جاز معين خلاص ده ببساطة يعني الفرق ما بين تعال نشوف ال construction طيب ال construction هنا يقول ان هي مكونة من من جلاس جلوب طبعا ال incandescent دي اللي هي قدامنا اهي الشكل بتاع ال incandescent لو ده المبس ال incandescent القديمة العادية يعني ماشي طيب اللي هي طبعا الاداء بتاعتها بتبقى صفرة شوية قرب للون الشمس يعني طيب بيبقى مكونة من جلاس جلوب completely evacuated يعني مفرغ من الهوة تماما والfilament بيكون مصنوعة من الطنجست ال vacuum ده تمستو انه هو prevent high loss of the filament to bulb and also prevent oxidation of filament يعني ال vacuum ده يعني الفكرة بتاعتنا انه مع التسخين بتاع filament ده ممكن جزء منها يطبخ وممكن جزء منها يحصل له oxidation فالvacuum قدر الامكان بيحاول يقلل الموضوع ده لانه طبعا عشان يحصل oxidation فانت محتاج هوا تمام لكن لما يكون في vacuum فانت قدر الامكان بتقلل نسبة حدوث الoxidation او evaporation بتاع filament ماشي تماما طيب بعد كده بيقولك طبعا لما الطيار بيمشي في filament درجة حرارتها بتاعلى توصل لدرجات عالية جدا يعني والlife بتاعها بيكون في حدود الف اور ده كده بالنسبة لي vacuum incandescent طبعا لون الاضاءة بيكون close to natural sunlight applications general applications اكيد مستخدمة في عاجات كتير يعني لكن طبعا عايز اوضح انه حاليا lead lamps اللي هي نوع الب ده اللي بقى اكثر استخداما من الincandescent طبعا ماشي طيب يبقى الoefficiency بتاعتها 10 human per watt الadvantage بتاعتها انها هي cheap رخيصة يعني لكن مشكلتها انه بيحصل vaporization للfilament وبرضو intensity بتاعت اللight بتقل وكمان الفilament تانج 10 filament بيبدأ يحصل لما يحصل يعني vaporization بيبدأ يتراكم على البلب الخارجي فبيعمل زي ايه كأنه يعني بيبقى زي لون اللي هو فيه مهبب يعني بنقول ان هي ايه اللمبة نفسها طبعا اكيد شوفنا الكلام ده اللمبة نفسها يعني البلب بتاعها فيه هباب شوية من كتر الاستعمال لان التانجستين بيحصل له vaporization مع مرور الوقت فده طبعا بيقدي للون اللي هو اللي سود حوالين الغلاس بلب الخارجي تمام طيب ده الشكل بتاعها بتاع ال incandescent طبعا زي ما حين شايفين هنا التانجستين filament وهي ده اللي بره ده اللي هو الغلاس بلب اللي جوه هنا طبعا ده اللي هو ال vacuum عندنا بقى هنا طبعا سلكين اللي هم الكونتاكت wires اللي هو السلك اللي اخدر والسلك اللي ازرق دول contact wires اللي هم بيوصلوا الكهرباء على اطراف التانجستين filament وهي دي طبعا الالكتريكا الكونتاكت اللي تحت خالص والحطة اللي تحت دي نسميها الكاب بتاع اللمبة وهنا في عندي حاجة اسمها الستيم ده حاجة عشان تقدر تمسك بيها التانجست filament و في برضو هنا عندي اللي هم الكونتاكت wires دول برضو بستخدمهم عشان اسمت بهم الفيلمنت طيب ده الشكل بتاع الانكنديسنت لم وعلينا الرسمة بتاعتها جمع عليك الرسمة دي ماشي طيب ده بالنسبة لي اول نوع من الانكنديسنت تعال نشوف تاني نوع من الانكنديسنت اللي هو بيسموه gas field incandescent واضح قوي ان هي شبه اختها اللي فوق بس بدل الوكيوم بنحط ايه جاز طمام فايه الجاز اللي بيبقى موجود بيبقى inert gas and small amount of nitrogen طبعا فكرة عملها هي نفس فكرة عمل vacuum incandescent light color بقى بيعتمد ساعتها على ايه نوع الجاز اللي انت جايبه ده ماشي وبالتالي مش بيبقى زي incandescent اللي هي ال vac اللي هي الاضاءة بتاعتها بتكون زي sunlight لا ده بتقدر تتحكم في لون الاضاءة بناء على inert gas اللي انت جايبه ده استخدماتها بيكون في projectors و car lights اللي هو طبعا اللي هو بيبقى جوة العربية نفسها يعني جوة العربية نفسها بيكون في كشاف كده او يعني لمبة صغيرة كده دي في بعض بعض منهم بيكون gas field incandescent lamps تمام ال efficiency برضو في حدود عشرة اليوم البروات هنا ال advantage بتاعتها ان هي بيكون يعني more accurate distribution عند vacuum incandescent لكن بتعمل لي مشاكل بقى تانية ان هي بيكون لها glare بيكون في زغلالة و hard shadows hard shadows يعني يعني الضل يعني بيكون واضح قوي في الاضاءة بتاعت اللامبة الشادوز عموما بتكون واضح قوي في الاضاءة بتاعت ال gas field incandescent lamps دي تمام وقى دي اشكال منها اللي هي ال halogen lamp طبعا هتبقى اسمها halogen lamp لانه الجاز اللي جوه هيبقى ال halogen اللي هو برضو نوع من الانواع النert gases يعني تمام ده كده من جموعة اشكال لل gas field incandescent lamp طيب احنا كده شفنا اول نوعين من lamps اللي هي arc lamps بالنوعين بتوعها وال incandescent lamps بالنوعين بتوعها طبعا نشوف discharge lamps discharge lamps ليه هنوعين نوع اسمه gas discharge lamps ونوع تاني اسمه fluorescent طبعا الاشهر اللي هو fluorescent lamps يعني طيب ال gas discharge lamps ده ايه ده بيقولك بقى انه هنا light emitted directly from the ionized gas احنا اتفقنا ان discharge lamps عموما معتمدة ان الجاز بيحصل ionization فلما يحصل ايونization يحصل ايه يبدأ يخرج photons تمام الف photons دي يعني light في الاخر طيب هو ليه حصل له ionization عشان انت تديته طاقة كهربية تمام انت لما بتوصل الكونتكس بتاعة اللمبة بتوصل اللمبة بالكهرباء يبقى انت كده بتدي للجاز ده طاقة كهربية فالطاقة الكهربية دي هتخلي الالكترون بتاع الجاز يعني فيه الكترونات تتحرر من الجاز فالالكترونات دي لما تتحرر هتطلع لي ايه هتطلع لي photons ماشي نقدر نشوف تمام دي الفكرة العامة بتاع اي discharge لام فاول نوع فيهم اللي هو الجاز discharge لام بيقولك بقى يعني الضوء بيخرج مباشرة من الionized جاز اللي موجود جوه جلاس تيوب واللون بتاعه بيعتمد على ايه على نوع الجاز هلوى طب الفلورسنت لامس بقى الفلورسنت لامس فكرتها مختلفة شوية انه بيحصل ionization للجاز ايوه ده اكيد بس الجاز ده بقى اللي انا بجيبه في الفلورسنت بيخرجلي ultraviolet rays حل الaltraviolet rays دي المفروض ان هي ما تقدرش تشوفها بعينك تمام وبالتالي بخلي الالترا rays rays دي تقع على الانترنل wall of the tube يعني ايه يعني لو بصينا هنا مثلا اللي انا عايز اخريك اللي هي اه دي المفروض انه البلب الخارجي خالص ده ازاز بس الازاز ده من جوه فيه coating فيه تغليف من جوه تمام الcoating ده بيكون مادة اللي هي الفوسفوريك material يعني الفوسفوريك material دي قادرة انه لما يقع عليها ultraviolet rays تحولها الى ايه الى light تقدر تشوف تمام فالفوسفوريك material اللي انت عامل بها coating للglass tube على حسب المaterial بتاع الفوسفوريك material دي على حسب نوعها يعني تقدر تشوف الوان مختلفة خارجة من اللمبو تمام يعني هنا خلي بالك فيه فرق فيه فرق ما بين نرجع بقى للجزء اللي هو الاولاني فيه فرق ما بين الجزء تشارج و الفلوريسنت الجزء تشارج اللون اللي انت بتشوفه هو اللي خارج مباشرة من الجزء تمام لكن الفلوريسنت لامب لا الموضوع ما بيتمش كده الفلوريسنت لامب الجزء بيحصل له ايونيزاز بس بس لما بحصل لغ بيخارج التر فيرو تريز الالتر فيرو تريز دي بتقع على كوتينج اللي هو الكوتينج بتاع ال 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 الكوتينج ده هو اللي بيخليك تشوف اللون بقى. تمام؟ بيخليك تشوف الضوء بلون معين يعني. تمام؟ حلم. طبعاً او فوسفوريك ماتيريال او فوسفوريك كوتينج. ماشي؟ تمام. طيب. ده كده الـ Gas Discharge و الـ Fluorescent Lamps. نتكلم بقى بالتفصيل اكتر على انواع الـ Gas Discharge Lamps. عندنا اربع انواع من الـ Gas Discharge. اللي هو الـ Low Pressure Sodium والـ High Pressure Sodium والـ High Pressure Mercury وهي الـ Neon Lamps. دول الأربع اللي تحت ايه؟ Gas Discharge. طيب. تعال نشوف القصة. طيب. هنا قالك ان هي بتتكون من Glass Tube. ده طبيعي. Field with Neon Gas and Small Amount of Methanex Sodium. في الوقت. الـ Outer Glass is used to reduce heat loss. يعني ايه؟ بص احنا عندنا لو بصيت هنا هتلاقي فيه Outer Tube. ماشي؟ Outer Tube. ده بيبقى مصنوع من الـ Glass. وفيه Inner Tube ده اللي بيحصل فيه Discharge. ده برضه بيبقى مصنوع من الـ Glass. بس بيكون المفروض بقى في الـ Fluorescent. هيبقى فيه Coating كمان. بس هنا ده مش Fluorescent. ده Gas Discharge. فبالتالي ده Glass Tube عادي خالص. زي ما احنا شايفين. طيب. يبقى هو مكونة من Glass Tube. Field with Neon and Metallic Sodium. والـ Outer Glass بيستخدمه في ايه؟ عشان يقلل الـ Heat Loss. جميل. بجيب كاباستور عشان احسن الـ Power Factor بتاع اللمب. لان اللمب عموما الـ Gas Discharge بكل انواعها بيكون لها Low Power Factor. فبستخدم لها كاباستور عشان احسن شوية الـ Power Factor. طيب وبيكون فيه برضه Coil. اللي هو بيسموه الـ Choke Coil ده. ايه هدف الرجل ده او هدف الـ Coil ده ايه؟ يليمت الـ Current شوية. يليمت الـ Current شوية. ليه يليمت الـ Current؟ لان لما يحصل Ionization للجاز المفروض انه الـ Resistance بتاعت الطيار هتكون قليلة قوي. فالطيار هيعلى جدا. عشان تليمت الطيار شوية أثناء Ionization بتاع الجاز بنحط ايه؟ الـ Choke Coil ده. تمام؟ يبقى الـ Choke Coil ده هدفه ايه في الحياة؟ يليمت الـ Current أثناء حدوث Ionization. يعني أثناء حدوث Ionization. يعني لما اللمبة تشتغل. تمام؟ طيب. العملية بقى اللي بتحصل بالظبط يعني ان الـ Neon بيحصل له Ionization في البداية. فدرجة الحرارة بتزيد. الموضوع ده بياخد في حدود عشر دقايق. تمام؟ طبعا هي اللمبة دي عشان كيف أقول الـ Application بتاعها مستخدمة كتير غير في الـ Street Lighting ممكن تكون بعض أنواع الـ Street Lighting Lamps بنستخدم فيها الـ Gas Discharge Lamps. فبتاخد وقت شوية عبل ما تقوم. بشكل كامل يعني. تمام؟ تاخد في حدود عشر دقايق زي ما احنا شايفين. طيب. بعد لما يحصل Ionization للنيون درجة الحرارة هتزيد زي ما اتفقنا. فزيادة درجة الحرارة دي هتخلي السوديوم يحصل له Vaporization. حل؟ فبيحصل عمليتين هم. النيون لما بحصل له Ionization بيقرج لي Color Male للأحمر. والسوديوم لما بحصل له Vaporization بيقرج لي Color Male للأصف. فالمحصلة في النهاية الضوء اللي بتطلعه اللمبة دي بيكون ضوء Orange Yellow. يعني زي لو انت بصيت على حاجة زي كده Orange Yellow. تمام؟ طيب. يبقى احنا بيحصل عمليه لي النيون ان هو بيحصل له Ionization. فبيطلع له أحمر. وبعد كده بيحصل ان درجة الحرارة بتزيد. فالسوديوم بقى نفسه يبتده يحصل له ايه? Vaporization. فده بيطلع لي Yellow Cal. حلو. Lifetime في حدود 3000 Hour. Light Color زي ما قلنا Orange Yellow. Applications Outdoor. Lighting and Highways. الإفشيانسي عالية. واضح قول الإفشيانسي أعلى من Incandescent. هنا خمسين اليوم بروب. المشكلة بقى ان لما اللمبة تكون مقفولة أو يعني Tube is cold. يعني اللمبة مقفولة مش موصلها كغربا. السوديوم بيبدأ يحصل له solidify. يعني بيتجمد. تمام؟ فده ده لما تلاقي نقط سوديوم مجمدة كده يعني معناها ان الحتة النقط دي مش هتطلع إضاءة. مش هتطلع إضاءة بسهولة. فبالتالي الأفضل إنه اللمبة دي تتحطي في وضع إيه هوريزونتل. لو حطيتها في وضع vertical هتلاقي السوديوم كله نزل تحت. اتراكم تحت. وبالتالي الإضاءة هتبقى خارجة فقط من الجزء اللي تحت. عشان يبقى uniform. live distribution. يبقى عشان كده بيفضل نحط اللامبس دي. اللي هي الgas discharge lamp. النوع بتاع low pressure sodium lamps. يفضل تحطه في وضع إيه هوريزونتل. عشان السوديوم ما يتراكمش كله في مكان واحد. وبالتالي التوزيع بتاع الإضاءة ما يبقاش كويس يعني. وطبع زي ما اتفقنا إنه هو has delay في حدود 10 minutes عشان تشتغل بشكل كامل. طيب ده كده اللي هي low pressure sodium lamp. وقدي الرسمة بتاعتها زي ما قلنا إنه أنت هنا بتدخلها الكهرباء. تحط الكاباستور عشان يحسن الpower factor. التشوك كويل ده. قلنا عشان يليمت الكارنت. خلاص؟ بقيت التفاصيل ما تهمنيش قوي. أنا اهمني بس تبقى عارف إنه هنا في glass tube. تمام؟ طيب. بقيت التفاصيل في الرسمة يعني. في الرسمة. ما تهمنيش قوي مش هسألك عليك. طيب. ودي طبعا أشكال لـ low pressure sodium lamps. وهنا طبعا مستخدمة ايه في الـ outdoor أو street lighting يعني. طيب. تاني نوع من الـ gas discharge اللي هو الـ high pressure sodium lamps. نفس الـ construction القديم بتاع low pressure. بس الفرق الوحيد إنه الـ inner tube مش مصنوع واقع من الـ glass. لا مصنوع من مادة اللي هي الـ aluminium oxide. ماشي؟ طيب. فده بيخلي الـ color بتاعك reach gold. والـ efficiency بتكون متلومن بيروت. يعني بتحسن الإـ efficiency شوية. اللي هي مادة الـ aluminium oxide دي. طب. جايدي الشكل بتاعها. بتاع الـ high pressure sodium vapor lamps. بعد كده عندنا تالت واحد بقى من الـ gas discharge. which is high pressure mercury lamps. طبعاً دي بتبقى التيوب مصنوع من هارد غلاس containing small amount of mercury and argon. argon ده عبر عن جاز يعني. في الحقيقة هنا بيكون فيه three electrodes مش اثنين. يعني ماذا؟ يعني هو المفروض في العادي ان ها دي المبة هي بيكون في طرفين؟ الطرف الأولاني ده بنسميه الإلكتروض الأولاني اللي هو ال-D واللي تحت ده اللي هو ال-E دول المين إلكتروض هنا بقى هو بيجيب كمان إلكتروض إضافي بيسميه الأكزيلاري إلكتروض ده بيساعد على تسريع عملية الإيه؟ على تسريع عملية الإيونيزيشن تمام؟ فهنا هتلاقي حتى إن الوقت أسرع شوية من الإيه؟ النوع الأولان اللي هو ال-Low Pressure Sodium أو ال-High Pressure Sodium ده أسرع شوية ليه أسرع شوية؟ عشان جاب إلكتروض إضافي في النص اللي هو الأكزيلاري إلكتروض ده تمام؟ طيب اللي بيحصل إنه الأكزيلاري إلكتروض ده هدفه في الحياة إنه يسرع عملية ال-Discharge أو عملية الإيونيزيشن خلاص كده؟ طيب ال-Lifetime بتاعه من 5,000 إلى 10,000 أور ال-Light Color بيبقى Greenish Blue يعني أخضر ميل إلى اللبني ال-Applications اللي هو ال-Industrial Wall Street Lighting كعادة يعني ال-Gas Discharge Lamps الإيونيزيشنسي في حدود 30 ليوم من بير وات ليه Higher Efficiency طب إيه ده Higher Efficiency من إيه؟ لا Higher Efficiency من ال-Incandescent than incandescent مش من اللي فاته لا اللي فاته كانوا أعلى تمام؟ ليه Starting Time من 5 إلى 7 minutes لكن مشكلته أنه بيبقى Low Color Rendering أيه Low Current Rendering ده؟ قلنا قبل كده Color Rendering ده هو عبارة عن وضوح الألوان يعني إيه؟ يعني المفروض لون أحمر أشوفه أحمر مظبوط لون أقدر أشوفه أقدر مظبوط لكن في بعض اللونة بالزاد في ال-Street Lighting يعني الألوان ما بتكونش pure قوي تمام؟ فده منه النوع ده بيؤدي إلى Low Color Rendering يعني كمثال اللون الأحمر بيبدو أنه يكون شبه اللي سويت شوية يعني بيبقى أغمق من الطبيعي تمام؟ طيب فده معناه Low Color Rendering بس طبعا بالنسبة وإحنا قلناها المحاضرة اللي فاجت قلت قبل كده يا جماعة أنه هل كل ال-Applications بتحتاج فيها High Color Rendering؟ يا جماعة لا دب مش كله صح كده؟ قلنا في بعض ال-Applications زي ال-Applications مثلا اللي هي ال-Drawing Holes مثلا اللي انت بيبقى فيها رسم وبالتالي الحاجات دي مهم قوي الألوان تبقى مظبوطة وبرضو اللي هي الأماكن اللي فيها ال-Printing دي برضو مهم قوي يبقى الألوان مظبوطة لكن في بعض ال-Applications زي ال-Street Lighting ما بيهميش قوي موضوع ال-Color Rendering ده تمام؟ طيب ها دي النوع اللي هو High Pressure ميركري وها دي شكله اللي ده بتاعته زي ما قلنا مدية لون أخضر على لبني شوية زي ما احنا شايفين طيب مرابع حاجة عندنا في ال-Gas Discharge Lamps اللي هي ال-Neon Lamps طبعا فيه ناس كتير بتخلط ما بين ال-Neon اللامبة ال-Neon وما بين الفلوريسنت وده غلط ال-Neon Lamp مش هي الفلوريسنت Lamp تمام؟ ال-Neon Lamp دي هي عبارة عن Glass Bulb بنحط له Neon وHelium ال-Electroids بتكون مصنوعة من الحديد بنحط High Serious Resistance برضو عشان نقل الموضوع ال-Current يعني اللون اللي بيطلع بيكون Orange Pink وبنستخدمها في ال-Indicator Lamps واللي هي الإعلانات يعني زي ما احنا شايفين اللومت بتكون حاجة بالمنظر ده تمام؟ اللي هي تستخدم في الإعلانات وال-Indicator زي يعني فدي اللي هي اللومت ال-Neon ماشي؟ ال-Efficiency بتاعتها بتكون 15 اليوم من البروات اللي هي تعتبر efficiency ضعيفة شوية طيب ده كده ال-Neon Discharge Lamp يبقى كده خلصت أنواع ال-Discharge Lamp اللي هم أربع أنواع نخش بعد كده في ال-Fluorescent Lamps ال-Fluorescent Lamps دي دي بيسموها Low Pressure Fluorescent Mercury Vapor Lamp ليه بقى؟ دي بيكون مكوانة من Glass Tube كالعادة ال-Glass Tube ده Field with Argon اللي هو الجاز بتاعنا ويهيه الميركري فيبر اللي بيحصل إنه لما بنوصل الكهربا بيبدأ الجاز يحصل له Ionization وبالتالي يخرج Ultraviolet Race ال-Altraviolet Race دي انت ما تشوفهاش وما انت تشوف ايه؟ لما ال-Altraviolet Race دي تقع على الفوسفوريك كوتينج بتاع ال-Glass Tube ساعتها تبدأ تشوف ال-A الإضاءة يبقى احنا اللمبة الفلوريسنت دي هي المفروض إنه هي عبارة عن Glass Bulb بره خالص Glass Tube لكن معموله كوتينج داخليا بإيه؟ بإيه 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 تمام؟ يبقى هي Glass Tube لكن جواها كوتينج بإيه 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 إيه دور الكوتينج؟ دور الكوتينج ده إنه يخلي لك Ultra Viral Trees لما تتعكس على الكوتينج ده تقدر إنت تشوفها وعلى حسب بقى نوع الفوسفوريك كوتينج ده تقدر تشوف بألوان مختلف تمام؟ حل يبقى ده كده الفكرة بتاعة الإيه الفلوريسنت لامب يبقى لو قلتلك هل الضوء اللي إنت بتشوفه في الفلوريسنت لامب بيكون جاي نتيجة الإيونيزيشن بتاع الجاز نفسه الإجابة لا بيكون جاي نتيجة الريفليكشن بتاع الالترا فيلو تريز من على الإيه من على الفوسفوريك كوتينج خلاص كده تمام اللايفتايم في حدود 4000 أور اللايت كالر تحكم فيه بناء على الكوتينج تستخدمه عموما في الاندور جنرال اندور لايتينج طبعا كلنا عارفين يعني اللومد الفلوريسنت الإيفيشنسي عالية في حدود 40 اليوم بيروا كيبه هي ليها هاي إيفيشنسي ذان إنكنديسنت وما بتطلعش سخونة عالية زي الإنكنديسنت هجيد كلنا عارفين الإنكنديسنت لو انت واقف جنبها أو يعني يعني على بعد قليل منها يعني هتلاقي في حرارة بتطلع صهد يعني غير الفلوريسنت الهيت رادياشن أقل شوية يعني بس مشكلتها إن هي كعادة الجاز ديسشارج لامبس لها لو باور فاكتور وكمان بيكون في حاجة اسمها الاستروبوسكوبك إيفيكت الاستروبوسكوبك إيفيكت دي بقى دي بتبقى إيفيكت مصحوبة بالفلوريسنت لامبس عموما بتكون عبارة عن إيه هي بتخليك تشوف الحاجات اللي بتتحرك بتتحرك بسرعات أقل أو ما تتحركش أصلا تمام ودي طبعا بتبان أكتر في الماشينز لو انت عامل إضاءة للماشين اللي هي طبعا فيها روتيتينج بارتس فممكن تشوف إن المكانة بتلف بسرعة أقل من سرعتها الطبيعية أو ممكن في بعض الحالات تلاقي إن هي تقريبا سبت اللي هي موشنلس يعني ماشي فده بيسموها الاستروبوسكوبك إيفيكت فده طبعا ممكن يحصل للفلوريسنت لامبس بس فيه الأنواع البداية بتاعتها يعني الأنواع اللي هي الموجودة يعني حاليا الموضوع ده مش موجود بنسبة كبيرة يعني الاستروبوسكوبك إيفيكت ده كان بيظهر فيه الأنواع البداية من الفلوريسنت لامبس تمام طيب كيف بقى ده اللي هو الفلوريسنت لامبس وده طبعا الرسمة بتاعتها هذه المفروض ده اللي هو تبقى عارف بقى إن ده الجاز الجلاس بالب أو الجلاس تيوب اللي جواه من الفوسفوريك ماتيريال وطبعا حطين برضو الكندنسر والتشوك كويل ده عشان نقل قلنا الكندنسر هدفه تحسين الپاور فاكتور والتشوك كويل هدفه إنه يليمت الكارنت بتاعنا وطبعا اللمبة دي بتحتاج برضو عشان تقدر تعمل أسرع فبنحتاج الحاجة اسمها سيرمل ستارتر وده طبعا الشكل بتاعه أكيد كلنا شفنا الستارتر يعني قبل كده للفلورسنت لامبس يعني طيب ده كده بالنسبة للفلورسنت لامبس آخر نوع من أنواع اللامبس عندنا اللي هو ال LED لامبس اللمض الليد دي اللي هيختصار light emitting ضيط ده بيبقى معتمد إنه بي انجونكشن ماتيريال بتحول الabsorbed light energy أو بتحول ال electrical energy إلى إيه إلى light energy تمام يعني هو عبارة عن semiconductor device اللي هو بين جونكشن يعني بيخرج ضوء لما ال current إيه بيمشي فيه طبعا مش يخش فيه نظرية عمل الليد أكيد أنتو خدتو يعني درستو الموضوع ده قبل كده يا جمان درستو الليد ده قبل كده يا بشمان آه يا دكتور في السيني كل دكتور آه آه تمام أكيد درستو يعني ايه القصة دي قبل كده فأنت بس اللي تبع عارفوا بالنسبة لنا هنا إنه بيخرج ضوء لما بتمشي فيه طيار بتوصيلات معينة طبعا مش قصة نحن دلوقتي طيب الليد تقدر تخرج منه آه 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 مختلفة بالأبليكيشنز انديكياتورز زي ده اللي هو الليد انديكياتور آه النافيجيشن لايت الادفيرتايزنج الجينرال لايتنج الإضاءات العامة بقى دلوقتي احنا بنستخدم أصلا الليد في الإضاءة العادية يعني بنستبدل الفلوريسنت القديمة بالإيه بالليد اللي هي الليد بيسموها الليد تيوب وبنستبدل الإنكانديسنت بي حاجة اسمها الليد بلب تمام آه لو بصينا تحت هنا هتلاقي ده حاجة زي الليد بلب ده نقدر نستبدل بي الإنكانديسنت طبعا الإيفيشنز بتاعتها عليه والليد تيوب ده نقدر نستبدل بي الفلوريسنت وده الليد انديكاتورز ده أكيد شفتوه طبعا في مشاريع للتخرج بقى أو التخرج إيه لأ مشاريع اللي انتو كنتم تعملوها في الإلكترونيكس والسيمي كوندكتورز والحاجات أكيد يعني شفتو ال الانديكاتورز الليد انديكاتورز دي قبل كده طيب بالأدفانتج بتاعتها ان هي كومباكت لو باور كونسومشن لونج لايف تايم فاستر لايتينج طبعا لو انت يعني عندك في البيت لمبة فلوريسنت واستبدلتها بلمبة ليد هتلاقي ان الإضاءة بتاعتها أسرع اللمبة ليد اللمبة ليد أسرع من الفلوريسنت الفلوريسنت بتاخد جزء من الثانية شوية عبر ما الستارتر يقومها وتبدأ بتراقش شوية لحد دا ما تنور لكن الليد بتكون فاستر لايتينج أكيد برضو الموضوع ده بتشوف طبعا الحاجات اللي أنا بقولها دي يا جماعة ولا أنا أكيد عارفين الحاجات دي صح عارفين يا دوكتور سموك المش 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 يعني الوقت ده ممكن منكنش بالنحظة لا بس يعني أكيد انت لو كان عندك لمبة فلوريسنت وبدلتها بلمبة ليد هتلاقي فيه فيه فرق يعني هتلاقي انه من أول لما بتشغل اللمبة بتقوم مباشرة اللي هي الليد الفلوريسنت تاخد يعني جزء من الثانية أبطأ بتكون أبطأ شوية يعني بتقوم بعد بتعمل حتى ايه صوت كده عبال ما تقوم يعني عموما عموما الليد فاستر لايتينج ده يعني حاجة تبقى عارفها يعني وفيه كمان حاجة اسمها ديمينج بوسيبليتي يعني في بعض بقى السمارت بلدينجز بنقدر نستخدم الديمرز أو اللايت كنترول يعني ان انا بقى ابتدي أقلل الإضاءة شوية لو مثلا فيه سانلايت قوي أو فيه إضاءة قوية من الشمس يعني أبدأ أقلل الإضاءة اللي خارجة من اللمبة شوية باستخدام الديمرز الديمرز بتكون أسهل في التعامل مع الليد لايتينج عموما تمام لكن عندها مشاكل اللي هي هاير كوست أكيد الفولتج سينستيبتي يعني لو الفولتج قل شوية صغيرين ممكن يؤثر على الإضاءة بتاعتها تيمبريتش سينستيبتي بتحتاج برضو دي سي سورس جواها عشان يقدر يشغل الليد ده فدي تعتبر بتاعت الليد لايتينج لكن طبعا قولا واحدا يعني حاليا هي الأفضل والأوفر في التكلفة التكلفة على اللونج ران يعني لأنها طبعا بيكون لها افشانسي أعلى عشان كيف يسموها اللومض الموفرة يعني تمام فالليد لايتينج هي البديل الحالي للفلوريسنت والإنكانديسنت تمام طيب ده كده بالنسبة لي أنواع اللامبس حتى عنده أي سؤال في أنواع اللامبس يا جماعة طيب تعالى نشوف مسائل أو أنا في الحقيقة أشوف يعني مسألة على موضوع أو مسألتين ومما مسألتين على موضوع الأود دور لايتي عايز شوف بس الناس حاضرة ولا ما فيش حاضرة أربعين يعني ماشي تمام تفرجوا على المطش بقى اللي يا جماعة الناس دي أكيد بتفرج على المطش فيه مطش شغال دلو معايا ماشي طيب خليك معايا المطش مش هينفع هنخلص وتفرج على المطش بقى براحتك عادي طيب بص إحنا هنا عندنا إيه الخطة دي المسألة دي بيقولك إن ستريت لائتين سكيم لامبس هاving لومينوس انتنستي أوف سيكس هندر كاندل أر هنج أد هايد سيكس ميتر والدستانس ما بين two lamp posts ما بين عمودين الإضاءة دول يعني تمانية متر يعني انت عندك ستريت لائتين سكيم عندك عمودين إضاءة المسألة ما بينهم تمانية متر الارتفاع بتاعهم ستة متر واللائت انتنستي ستمية كاندل فاين ذا الوميناس اندر ذا لامب and اد ذا سنتر بتوين ذا لامب posts يعني يعني ادي اللامبة الاولى واللمبة التانية ادي العمودين هم لمبة الاولى واللمبة التانية هو عايز يجيب الإضاءة تحت اللامبة بشكل مباشر يعني تحت العمود على طول وفي النص ما بين العمودين فدي مسألة بسيطة كل الحكاية ان انت هجيب قانون الالوميناس ايه قانون الالوميناس هدي فاكر القانون بتاعه كان ايه ها بشو مانسين عد فاكر الـ وكوزاين لو كان في قانون يحكموا الـ لا احنا عايزين نعرف الناس دي هل الموضوع ده مش معروف بالنسبة لكم فعلا يعني هل القانون بتاع الـ احنا عدنا نشر انا فاكر دي انا قلتها في الكلية قبل رمضان كان الـ بيتناسب طب خلاص سيبكم من الـ نفتكر مع بعض الـ كان ايه قانون اللي بتحكم هاي كان عندي قانون ايه قانون اسمه الـ وقانون لامبردس كوزاين لو عد فاكر الـ كان ايه ان الـ 10% 20% الناس مجاتش خلص فاحنا هيقفل شغط هايقول لو انت جوابت مش هنعمل الـ 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 مع الـ مجاتش سكوير ايه ايه تتناسب مع الـ دستانس سكوير ولا عكسيا تناسب عكسيا واحد واحد الـ واحد وإيه علاقتها بالكوزاين بتتناسب مع كوزاين الزاوية بتتناسب مع كوزاين ده قانون تمام طيب يعني ماشي خلص يعني خلي الكوز بعد العيد عشان ايه الناس برضو يعني كده فبلاش بلاش نعمل الكوز الاسبوع الجاي خليه بعد العيد اجمع مش مشكلة تمام بس الناس تذاكر يعني ايه انا عملكو الكوز بعد العيد بس الناس تذاكر بعد اذنكم وهو مش هيبقى حاجة صعبة يعني انا هجيب حاجات بسيطة الحاجات اللي انا بشرح لكن انتو يعني اللي انا بقوله ده هو بتاعة يعني هو قانون واحد اصلا اللي احنا خدناه ليه علاقة بال ايه ماشي فهو قانون ما فوش اي حاجة يعني طيب المهم ال اي قانون اي اللي هو بتاع اللمبة على دي سكوير اللي هو المسافة اللي ما بين اللمبة و الووركنج بلين او النقطة يعني اللي انت عايز تحسب عندها الالومنيشن و كوزين السيتا وان ده برضو قلنا ازاي بنحسبها وهفكرك دلوقتي ادي اهو ادي اللمبة انا عايز الالومنيشن تحت اللمبة دي مباشرة وفي النقطة اللي ما بين التو لامبس عنده نقطة سي فتعا نبدأ بالنقطة اللي تحت اللمبة مباشرة النقطة اللي تحت اللمبة مباشرة في الحقيقة السيتا هتكون بزيلو لان السيتا كانت الزاوية اللي ما بين النورمل النورمل على الوركنج بلين والخط بتاع الفلكس اللي هو الواصل من اللمبة للنقطة اللي انا بعمل لها الوينيشن فبالتالي الاتنين هنا منطبقين على بعض خط الفلكس اهو ده خط الفلكس اهو اللي هو الواصل ما بين اللمبة والنقطة ده خط الفلكس وفي نفس الوقت هو ده الخط العمودي على الوركنج بلين يبقى ايه زين السيتا بكام بزيلو يبقى نقطة ايه السيتا بتاعتها بزيلو حلوة يبقى القانون بتاعك ال اي عند نقطة اه انا حاسب هنا عند نقطة ايه ولا دقا طث انا مش حاسب عند نقطةא مش هو عموما عند نقطة ايه هتبقى اي على 6 سكوير بس اي على 6 سكوير من لإن كزين سيتا هتبقى كزاين زير بوان فهي تبقى اي على 6 سكوير بس ده نقطة ايه طيب نقطة بي نقطة بي نقطة بي نقطة C اللي هي النقطة اللي في النص دي هيبقى إيه الإلومنيشن عندها بص بقى الإلومنيشن عند نقطة C هيكون I ده Given اللي هو كام كاندلة اللي هو 600 كاندلة تمام وي I اللي هو 600 كاندلة على D Square دي اللي هي المسافة دي بقى دي اللي هي اسمها D1 دي تجيبها من الجيومتري عادي تمام يبقى أنا كده جبت المسافة طب كوزاين الزاوية فين كوزاين الزاوية اللي هي الزاوية دي بقى D الزاوية دي هتبقى كوزاين بتاعها 6 على D1 خلاص يبقى أنا أقدر بالجيومتري أحسب D1 وأحسب كوزاين الزاوية دي اهي فمن هنا أقدر أجيب الإلومنيشن عند نقطة C بس خلي بالك خلي بالك من حاجة مهمة الإلومنيشن عند نقطة C ده انت حسبته نتيجة اللمبة رقم واحد ماشي طلعت كام 9.6 طيب الإلومنيشن عند نقطة C هل هو جاي من لمبة رقم واحد بس ولا كمان جاي من لمبة رقم اتنين جاي من لمبة رقم اتنين طيب نتيجة السيمتري الإلومنيشن هنا نتيجة L1 هتبقى زي بالزبط الإلومنيشن نتيجة L2 أظبط خلاص يبقى هنا هتجيب E1 اللي هي 9.6 دي الإضاءة عند نقطة C نتيجة اللمبة رقم واحد نفس الكلام هتجيب E2 هي هي E1 لأن ونفس الابعاد ونفس كل حاجة فبرضو هتبقى 9.6 لقص هي بقى إذن Total Illumination عند C هو 19.2 تمام ده نقطة C طيب نقطة B برضو نقطة B عموما أو A يعني سواء A أو B مش هتفرق برضو لازم تحسبها نتيجة ال A نتيجة ال هنا احنا حسبينها ال Illumination at B due to L1 و L2 هو هنا هبصر نقطة B اهي فيه نقطة B هتطلع فوق اهي دي أو A يعني A أو B مش فرق المهم نقطة تحت اللمبة هي برضو برضو ليها كام Illumination جايلها Illumination من مصدرين من L1 و L2 صحيح كده تمام تعالي نحسبها نتيجة ال L2 نتيجة ال L2 دي سهلة هتبقى I على المسافة دي square اللي هو 6 square لأن كوزين الزاوية بكام بZero كوزين 0 ب1 يعني ماشي فدي ما فيهش مشكلة لكن احسب بقى الإضاءة اللي جايلها من واحد كمان ايه جايلها من واحد كام I على distance square اللي هو D2 اهي D2 حسبها بالجومتري بكوزين الزاوية أنهي زاوية الزاوية دي الزاوية الكبيرة دي اللي هي تبقى كوزين بتاعها 6 على D2 6 على D2 خلاص فيبنا يا جماعة ازاي نقدر نحسب الإلوميشن عند C والB وطبعا A زي B بالضبط A زي B بالضبط ماشي فهمين الفكرة او لا هو قانون واحد بتعاوض في I على D square في كوزين الزاوية بس تمام تي حد عنده مشكلة في حتة دي طيب هنا بقى المسألة اللي بعدها عندي لمبتين 150 و20 و20 وكان دي هنا مش ينفع استخدم symmetry عمد طيب لأنهم مختلفين and are hung at height 10 و15 كمان يعني ارتفاعهم مختلف the distance between the two lamp posts is 30 meter find the illumination at the center هل هنا بقى في المسألة دي ماشوانسين ينفع اقول طالما في center ما بين العمودين يبقى اقول كده انا ما استخدم شي يعني هل ينفع استخدم symmetry هنا بالسؤال ده عشان كذا سبب عشان وحدة وحدة وخمسين وكمان عشان الارتفاع مختلف فطالما الارتفاع مختلف يبقى ال illumination هاختلف لأن distance اختلفت تمام فكل الحكاية ان سيابتك تيجي توقف هنا قادي النقطة c قادي اللمبة الاولى وقادي اللمبة التانية تقدر بالجيومتري تحسب المسافة d1 والمسافة d2 عشان تستخدمهم وتقدر تحسب الزاوية phi1 و phi2 عشان هتستخدم الكوزين بتاعها خلص يبقى ال illumination عند c قانون i على d square في كوزين c مرة هتحسب ها للامبة الاولى قادي d بتاعت اللامبة الاولى وقادي السيتا بتاعت اللامبة الاولى ومرة هتحسب ال illumination نتيجة اللامبة الثانية a d2 و a d c ماينفعش هنا تستخدم السيمتري تمام خلص تحسبهم وتجمعهم على بعض يبقى انت كده نجحت ان انت تحسب ال illumination عند النقطة c نفس الكلام لو انت عايز illumination عند a او b اللي اتنين النقطة يعتبروا لا بس هنا a و b يختلف هين اه خلي بينك بقى بص السؤال ده هنا هل الاضاءة عند a و b متساوية هيا بش مانسي لا يا دكتور لا ليه لا عشان كذا سبب عشان اللمبتين مختلفين دي لمبة قوية اللي المتين ودي لمبة اضعف ونفس الكلام الارتفاعات مختلفة صحيح كده فهنا e a لا تساوي e b بس سهل تعرف تحسب هي قانون واحد وبتعوض فيه i على d squared في كوزاين الزل تمام خلص كده احنا خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة ان شاء الله عشان تبقى عارفين بس هنكمل ازاي ان شاء الله احنا هيبقى فضلين في lighting محاضرة كمان هنعمل lighting لشقة يعني هنشوف شقة ونعمل lighting لها حسابات lighting ونشوف وازاي تحسب المخرج ونشوف برضو نجيب circuit breakers ل lighting والحاجات دي يعني هتبقى حاجة بسيطة كده يعني زي project صغير كده ازاي تقدر تعمل lighting في شقة بس بشكل manual يعني بطريقة اليوم المسود اللي احنا بنقول عليه هاي وبعد كده ان شاء الله هيبقى فاضل موضوعين موضوع اسمه traction وموضوع اللي هو heat ماشي فده هيبقى فاضل لنا موضوعين ان شاء الله دول هنكملهم في المحاضرات اللي بعد كده بإذن الله تمام انا برفع المحاضرات عموما على lms ماشي فالناس تدخل برضو على lms وتشوف ال slides انا برفعها والشيتات برضو هرفعها لكم على lms ماشي وان شاء الله بعد العيد هيكون في quizz على الجزء بتاع liking كل تمام حد عنده اي سؤال يا جماعة في المحاضرة بتاعتها النهاردة شكرا جب تمام ماشي باش ما نسي شكرا تفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة